توفي ثمانية رضع في الجزائر منذ بضعة أيام بعضهم مات حرقا وبعضهم اختناقا وذلك بعد أن شب حريق في أحد مستشفيات التوليد في واتسوف جنوب شرقي البلاد فاجعة أشعلت التساؤلات حول الإهمال الذي يطال بعض المستشفيات ومسؤولية الحكومة فيها نطلع على تفاصيل الحادثة في هذا التقرير ثم نبدأ النقاش صباح قاس استيقظت عليه الجزائر مصاب جلل هز ولاية الوادي جنوب شرق العاصمة شاررة كهربائية تثبت في حريق أتى على جناح حديثي الولادة في مستشفى الأم والطفل ثمانية رضع قضوا أمام نار لم تكن بردا ولا سلاما عليهم فمن لم يحترق بلهبها مات اختناقا من كثيف دخانها الحماية المدنية أعلنت أنها تدخلت فورا وأنقذت أحد عشر طفلا وسبعا وثلاثين امرأة معظمهن نساء حوامل تجمع الأهالي المكلومين على باب المستشفى والحسرة تعتصر قلوبهم على فيل ذات أكبادهم فمنهم من انتظر أعواما ليحتضن طفله بين يديه الخبر المفجع تشارك النار في الهشيم أيضا هام أهالي الوادي على وجوههم مطالبين برحيل المسؤولين مضطر وزير الصحة إلى إقالة مدير الصحة ومدير مستشفى الولادة والفريق المناوب ليلتها إهمال متكرر أودى بحياة الأطفال فالمستشفى تعرض لحريق مماثل العام الماضي فيما يبدو أنهم ندغوا من الجحر نفسه مرتين ينضم إلينا من نورماندي في فرنسا ياسين ماحي باهي طبيب جزائري وأيضا من الجزائر ينضم إلينا مروان الوناس الكاتب الصحفي الجزائري أيضا مساء الخير وأهلا بكما والرحمة طبعا لروح الأطفال والأمهات حادث يعني فعلا مروع إذن أبدأ معك أستاذ ياسين دكتور ياسين في أيار مايو العام الماضي 2018 تعرضت هذه المصحة تحديدا إلى حريق مشابه من دون وقوع إصابات هل فتح تحقيق وافي ذلك الحين؟ مساء الخير صيد الكريم أشكركم على هذه الاستضافة ويعني كاريتا فعلا ذمت الشعب الجزائري تتضييرا على الحريق في المستشفى الويد وبهذا المناسبة الآلي معنا ترحمها الأرواح هؤلاء الأبرياء وتعزن الخالصة لعائلتهم أنا لا أعتقد صراحة أنه كانت في حقيقات في السنة الماضية حول المعجرة في هذا المستشفى نذكر فقط أنه نفس الشيء أو نفس تقريبا نفس السيناريو جرى في سنة 2002 في المستشفى وهران بمقاعة الاستعجالات حيث كان هناك حريق لكن بطريقة أخرى الماكينة التي مختصة في توزيع الهواء والأكسجان نحركت من مدى أنا داك 2002 إلى وفاة أربع أشخاص وأنا كنت حاضر لأنني كنت في المناوبة أنا داك أنا غادرت في الجزائر في سنة 2004 لأنني كنت من ضمن الألاف من الأرض الجزائريين لكن غادرت في الجزائر لأنهم لم يستطيعوا أن يغيشوا في جو ملائم لمهنة الطلب فأنا لا أعتقد أن هناك تحقيق فتح وأنا مقتنع جدا أن المسؤولية الأولى تحمل للسياسيين والإداريين وليس الأطباء ولا الممرض لما يكون هناك حريق فنسأل سؤال هل المستشفى بني على أساس نظم عالمية إلى خلاله من هو المسؤول في مجال السيانة أو الأمن سيكوريتي أنسانديا إذن أنا مقتنع أن هناك مشكل تسيير مشكل يعني في كل المدرع وليس مما سمعنا في شبكة التواصل وطبعا غضب المواطنين بعض الناس قالوا أن الأرض المسؤولين والمواطنين هذا شيء خطأ الطبيب ليس مسؤول وإنما المسؤول الأول هو الإداري والمستير هو السياسي سأنتقل إلى الأستاذ ياسين يعني اتخذت خطوات عقابية ضد مدير الشؤون الصحية ومدير الصحة وفريق الحماية الصحية طبعا الدكتور ياسين يقول أن هذه الخطوات ربما ليست في مكانها لأن المشكلة لا تخص الأطباء والفريق الصحي وإنما تخص الوضع السياسي بشكل عام والفساد هل توافقه الرأي؟ أظن أن السؤال موجه إلي أنا مروان والاستاذ مروان أعتذر بداية المسألة الخير وكل التعازي لعائلات الأطفال الأطفال الخدج الذين لقوا مصرعهم في هذه الحادثة المأساوية والدرامية جدا الحقيقة هزت الضمير الجزائري وكل الضمير العالمي الذي سمع بالخبر وشاهد الصور أنا أعتقد أن المسؤولية الأولى تتحملها الحكومة كان ينبغي أن يقدم وزير الصحة استقالته كشكل من أشكال الاعتذار لأهالي الضحايا وللشعب الجزائري على الإهمال وحالة التسيب التي تغرق فيها المستشفيات وقطاع الصحة في الجزائر يعني من الظلم فقط أن يعاقب مدير الصحة على مستوى ولاية الوادي ثم مدير المستشفى ثم يزج به في الحبس المؤقت رفقة ستة موظفين فقط يعني هذا مجرد ربما امتصاص لغضب الأهالي علينا أن ننظر للمستشفى في حد ذاته هل يتوفر على أجهزة انذار للحرائق يعني من الغريب العجيب أن تكون الشرارة الكهربائية نتيجة جهاز طارد للبعوض هو الذي تسبب في إشعال النار داخل هذه الغرفة التي كان يحرصها وفد طبي من كوبا يعني لا توجد أجهزة انذار حتى المستشفى ما كيقول الأهالي غير مهيئة كي يسمح بعملية الإجلاة هناك إهمال وتسيب ينبغي أن تتحمل السلطة السياسية أولا المسؤولين أستاذ مروان برأيك يعني برأيك طبعا رئيس الوزراء نور الدين بدوي طلب فتح تحقيق شامل وموسع حول هذا الموضوع ماذا بعد التحقيق يعني خاصة وأنه نعرف أن القطاع الصحي في الجزائر يعاني من مشكلات كبيرة يعني في الحقيقة في الجزائر وفي كثير من البلدان العربية عندما نشكل لجنة التحقيق فإن الغرض هو قتل القضية وعدم الإفساح عن الحيثيات بعد فترة طويلة لن نسمع بأي نتائج تحقيقات لن يكشف للرأي العام هي فقط لتسيير المرحلة لن نتجارب كثيرة في الجزائر في هذا المجال الكثير من الكوارث والحوادث المؤلمة بمجرد وقوعها يعلن عن تشكيل لجنة التحقيق لمعرفة الأسباب ومعاقبة المسؤولين كما يقال لكن للأسف في النهاية لا نسمع خبرا عن هذه اللجان ويتم دفن القضية وتراهن السلطات في هذا المسألة على عامل الوقت وعلى عامل النسيان لكن تكرر الحوادث جعل هذه اللجان والإعلان عنها تفقد أي مزدقية لدى الرأي العام الذي يرى بأم عينيه حالة الإهمال والتسيب التي يوجد فيها قطاع مثل قطاع الصحة الحيوي نعم دكتور ياسين أنت ذكرت طبعا أنك تررت لترك الجزائر بسبب الوضع المتردي فيها إن كان على صعيد السياسة وبالتالي على صعيد القطاع الصحي موضوع طبعا خروج الأطباء هو موضوع إشكالي ومثار نقاش أنه عندما تسوق الأوضاع السياسية يترك الأطباء وبالتالي يترد أكثر الوضع القطاع الصحي برأيك في ظل هذه الأوضاع الصعبة إن كان السياسية أو الأمنية المتعلقة طبعا بالفساد كيف يمكن السيطرة على هذا القطاع الحساس والله خليني نقول لك سيدة الكريمة أنه بكل بساطة منذ عشرين سنة والجزائر تشاهد الأسف يعني مثل من قلوب العربية هناك سياسة قتل عمدي للمستشفيات العمومية أو التطاع الصحي العمومي تقريبا الجزائر كانت في سنوات هذه في ربعين سنة كانت سباقة في تكوين الأطباء من كل الدول الإفريقية والدول العربية الجزائر كانت عندها مستشفيات عندها يعني معروفة على المستوى الإفريقي والأوروبي بحكم التاريخ وبحكم تكوين الأطباء لكن منذ عشرين سنة هجرت الأطباء وظروف المعيشية الأطباء وسياسة الإهمال لكل حكومات الجزائرية والنظام الجزائري جعل أن المستشفى العمومي لم يعود للأسف ما كان عليه من قبل نشاهد بروز بروز عيادات خاصة في بعض المناطق لا تنسي سيدة الكريمة أن الجزائر بلد شاسع وفيه الشمال وفيه الجنوب وأن هذه القضية المؤسفة جرت في مستشفى من مستشفيات منطقة الجنوب الجزائري ومنطقة الجنوب الجزائري أي استحراء منطقة يعني تعاني كثيرا أولا من نقص الأطباء وتانيا من نقص كل المستشفيات والمرافق الصحية فلنصف شديد الإجابة على سؤالك أنا أقول فقط أنه مدام هناك ليست هناك رغبة للسياسيين رغبة للحكومات الجزائرية أنها تنقذ أولا المستشفى العمومي يعني أو ترجع له تلك القمة التي كانت له من قبل فلا يمكن أننا نتكلم عن صحة صحة في الجزائر في تضهر كبير جدا ومازال خلين في 2020 مازال هناك الألاف من أطباء هناك النزيف من أطباء حتى طال هذه المدة أسبوع أعتقد رئيس أو رئيس العمادة للأطباء أنه حتى هو يعني خايفين وبشكل كبير من طاهرة الضهر الأطباء الجزائرين إلى الخارج لأنه بكل بساطة لم يعد لهذا البلد الأسف الشديد مكان للمستشفى العمومي أنه يقدم الخدمات السحية الكافية لمواطنين ولم يعد المواطنين في أمن أن هناك الأطفال نعم دكتور ياسين وأستاذ ماروان أرجو أن تبقيا معنا نذهب الآن إلى الزميلة رانيا الدريدي ومعلومات حول القطاع الصحي في جزائر ثم نعود لإستكمال هذا النقاش تعاني المنظومة الصحية الجزائرية من تدهور كبير بنظر مختصين من عكس على مستوى الخدمات المقدمة وباتت حديث الشارع وسط مطالبات بضرورة إصلاح وضع القطاع الصحي وأحداث مراجعة جدرية داخل هذه المنظومة تنقسم المنظومة الصحية في الجزار إلى ثلاث قطاعات قطع عمومي تحت مسؤولية الوزارة وقطع شبه عمومي يخضع لمؤسسات أخرى كالضمان الاجتماعي وقطع خاص إضافة إلى أن العديد من الأخصائيين يعملون في القطاع العام والخاص ويضم قطاع المستشفيات العمومية نحو سبعين ألف سرير وعشرة ألاف آخرين في المستشفيات الخاصة في بلد تخطى عدد سكانه تلاثة واربعين مليونا في يناير الفين وتسعة عشر يعد قطاع الصحة من بين أهم القطاعات الحساسة في البلاد إذ تلتهم ميزانيته أكثر من ثلاث مليارات دولار على رابع موازنة في الدولة وعلى الرغم من ذلك ما زالت اللحصائيات الدولية تضع الصحة بالجزائر في دائرة حمراء استشير تقديرات الأمم المتحدة إلى احتلال الجزائر المركز 101 عالميا سنة 2016 من بين الدول الأكثر صحة وجاء هذا الترتيب اعتبادا على عدة عوامل مثل الإصابات وعوامل المخاطرة بين عامي 1990 و2015 لترتيب تلك الدول في مؤشر الكفاءة الصادر عن منظمة الصحة العالمية احتلت الجزار المرتبة الحادية والثمانين عالميا أما نسبة الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة فقد سجلت منظمة الصحة العالمية منسبته 10% من الميزانية العامة ووجهت الحكومة حوالي 3 مليارات و800 مليون دولار من ميزانية قانون المالية لسنة 2018 لفائدة قطاع الصحة كما سجلت المنظمة منسبته 75% من التزام الجزائر بلوائح الصحة العالمية والتأهب لحالات الطوارئ الصحية ورغم محاولات الإصلاح التي كبدت الخزينة ميزانيات ضخمة من خلال 10 وزراء مروا على هذا القطاع الحيوي منذ عامي 1999 إلا أن هذا القطاع ما يزال يواجه قصورا في الاستجابة لتطلعات أهل القطاع من جهة والمرضى من جهة أخرى من زاوية تراجع الخدمات بالإضافة لاختلال الخارطة الصحية إذ ترتكز 80% من المؤسسات الاستشفائية في الشمال فيما تشهد العديد من مناطق الجنوب والهضاب العليا إن عداما شبه تام للمستشفيات والمراكز الصحية وما ضعف من معاناة قطاع الصحة في الجزار هو الهدر المستمر في الكفاءات الطبية وهجرة الأطباء خصوصا إلى فرنسا خلال العقود الأخيرة الأرقام المتوفرة تشير إلى وجود أكثر من 14 ألف من أطباء الجزار المتخصصين الذين يعملون في المستشفيات والعيادات الفرنسية من بينهم أربعة آلاف نال شهاداتهم الجامعية في الجزائر أي ربع الأطباء المولودين خارج فرنسا شكرا للزميلة رانيا على هذه المعلومات أعود إليك أستاذ مروان هناك رأيان واحد يقول طبعا أن المستشفيات مستشفيات القطاع العام في ترد بينما المستشفيات الخاصة الباهضة طبعا التي غير متوفرة لمعظم الجزائريين وضعها جيد نسبيا وهناك رأي آخر يقول أن كل القطاع الصحي في ترد بما فيها المستشفيات الخاصة والعامة إذا تفيدنا أكثر بهذا الموضوع يعني بداية أريد أن أقول بأن الجزائر ليست بلدا فقيرا هي قادرة على توفير الخدمات الصحية الجيدة لمواطنيها بحكم الدستور الدستورية نص على ضرورة توفير هذه الحماية والرعاية الصحية اللازمة ما يعانيها القطاع في الجزائر تقريبا ليست الموازنات المالية الضخمة التي تخصص له كل عام وإن كانت غير كافية مع زياد النمو السكان في البلد وإنما سوء الإدارة والسوء التسيير والفساد الفساد الذي لم يستثني هو بدوره قطاع الصحة يعني لا نفهم كيف يتم استراد أجهزة متطورة تكنولوجيا مثلا لمرضى السرطان وللقصور الكلاوي لكن في النهاية نرى أن الموعيد بالنسبة للمرضى تعطى لهم على شهور أو بعد سنة أو حتى سنتين في بعض الأحيان وفي الكثير من المرات تجد هذه الأجهزة تتعطل بشكل مفاجئ بشكل يطرح الأسئلة وكأن هناك أيضي خفية تدفع بالمرضى كي يذهبوا من القطاع العام نحو القطاع الخاص أحيانا من أجل العلاج السريع وتوفير خدمات أفضل لكن بمقابل مالي وليس كل المواطنين بإمكانهم دفع مبالغ يعني أنت تقول أستاذ مروان أن هناك من يتقصد هناك من يتقصد التردي الحاصل في القطاع العام الصحي يعني هناك من يتقصد لو لا الظروف المناسبة لو لا سوء التسيير والإيمال والمبولات داخل القطاع الصحي لما وجد مثل هؤلاء فرصتهم للقيام بكل هذه الأعمال غير أخلاقية أن نتحدث على لسان أطباء ومختصين من القطاع وحتى نقبات قطاع الصحة هي التي تتحدث عن وجود ممارسات غير أخلاقية يقوم بها بعض الموظفين من أجل دفع المرضى باتجاه القطاع الخاص من خلال أخذ نسب معينة عن كل مريض يمكن أن يأتوا به من القطاع العام إلى القطاع الخاص هذه الممارسات يتحدث عنها بعض النقبيين في قطاع الصحة ننسى أيضا حتى ممارسات الحكومة تدفع إلى ذلك قبل سنتين رأينا كيف تعرض الأطباء إلى الضرب بالهروات في الشوارع عندما حاولوا تنظيم مظاهرات للاحتجاج على ظروف العمل والمطالبة بتحسين ظروف العمل هناك أيضا الآن تهديدات بالعودة إلى الإضراب إذا لم يتم تحسين ظروف العمل أطباء هم أيضا ضحايا لهذا الوضع العام وكانت نتيجة أن فر منهم الألاف باتجاه فرنسا وباتجاه كندا الآن هناك ظاهرة جديدة أيضا في المستشفيات ظاهرة الاعتداء على الأطباء والطواقم الطبية داخل المستشفيات خاصة في الساعات الليلية المواطنون والمرضى معدولون لأنهم يأتون ولا يجدون الرعاية الصحية اللازمة والأطباء تحت الضغط فتحدث المشاحنات ويتعرض أحيانا الأطباء والممرضون إلى الضرب وإلى الاعتداء أعتقد أن غطاء الصحة يطلق سفارة إندار ينبغي على الحكومة أن تتحرك بسرعة وبسرعة شديدة جدا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه نعم دكتور ياسين لا نعرف كم من الممكن اليوم أو متاح التعويل على إجراءات حكومية سريعة لا يمكن للمرضى أن يهاجروا مع أطبائهم بكل تأكيد ما هي الحلول برأيك المتاحة أمام هؤلاء المرضى على الأقل لتقليل الضرر والله الحلول تكمن فقط في إعادة نظر سياسيا إلى هذه المنظومة التي تعاني منذ سنوات وضع كاركي الحلول هي أن على كل إطار وعلى كل سياسي أنه يعرف أن حياة الإنسان هي حياة صحية حياة مهمة جدا ولا يمكن أننا أو على أي إنسان أنه يعمل وأنه طرف آخر يعاني ويقدر يموت بهذه السؤول الحلول ليست في الأطباء الأطباء درسوا يعني بشي بشي يقوموا بهذه الميناء ولقاوا نفسهم في الجزائر عايشين أقول أطباء المستشفيات العمومية براتب شهري بين 300 و 400 يدوروا في شهر هذا هذا وضع كالتي للطبيب إذن الحلول ليست في الأطباء وإنما الحلول في السياسيين طبعا وزير الصحة كان لابد عليه أن يستقل في تلك الليلة كان لابد عليه حالة من أطفال هذا الشيء الأول ثانيا الحكومة لو كنا في بلد يحترم نفسه ويحترم الصحة ويحترم المرضى كان الحكومة أن تستفيد يعني بكامل الشيء هذا إذن الحلول هي السياسة مدام أن هذا النظام مدام أن السياسيين لم يعالجوا هذه القضية بشكل يعني بشكل بشكل جدي المستوى المستشفى المستوى إذا رفع منقاش دائما نقوله المشكلة هو الطبيب المشكلة ليس في الطبيب نعم أستاذ مروان هناك سيدة الكريمة هناك منظومة فساد منظومة فساد جعلت الجزائر اليوم يعني في مرتبة أخيرة منظومة فساد دعني أنتقل إلى الأستاذ مروان نعم أستاذ مروان يعني بالتأكيد أنت محق ودكتور ياسين محق كان على وزير الصحة أن يقدم استقالته وكان مفاجئا أن لا يفعل ذلك ما الذي يمنع من إقالته إذن يعني لحفظ ماء الوجه على الأقل دعيني دعيني هنا أذكر بما حصل قبل تقريبا شهر في حفل فني في العاصمة الجزائرية عندما قتل أو توفي خمسة من الشباب خلال تدافع أمام مدخل ملعب لكرة القدم حيث أقيم الحفل هنا اضطرت أو دفعت وزيرة الثقافة إلى الاستقالة تحملا للمسؤولية نعلم نحن في وضع سياسي اجتثنائي لا يمكن إقالة وزير الصحة وأي وزير في الحكومة وحتى الحكومة تحد ذاتها يمنع دستور إقالتها لكن كان يمكن أن يدفع وزير الصحة إلى تقديم استقالته مثلما دفعت وزيرة الثقافة قبل شهر لكن هذا لم يحدث أعتقد بأن المسؤولية يتحملها أصحاب القرار نعم لكن لماذا لم يحدث مع العلم طبعا لماذا لم يحدث مع العلم أنه قبل حادثة الأطفال الردع سبقتها حادثة الامرأة الحامل التي وصلت إلى المستشفى وتوفيت لأنه في ثلاث أطباء بثلاث مستشفيات على ما أعتقد رفضوا استقبالها رفضوا استقبالها بسبب الزحمة وعدم وجود أماكن وأسرة فارغة أنا أعتقد بأن مثل هذه الحوادث تتكرر بشكل أسبوع في الجزائر يعني وفيات بين النساء الحوامل لعدم وجود أماكن في المستشفيات أنا أعتقد أن السبب الرئيسي وراء عدم استقالة وزير الصحة وأنه لم يطلب منه أصحاب القرار ذلك يعتقدون أنه لو يستقيل هذه المرة بمحظ إرادته فأنهم يفتحون الباب أو أنهم يهمون الرأي العام أو أن الرأي العام يتواهم بأنه قادر على تغيير الأوضاع وأنه كلما وقعت مشكلة ينبغي أن يستقيل مسؤول ما وهذا كما يبدو للسلطة الجزائرية غير مشجع ولا ينبغي أن يعتاد عليه الشعب الجزائري المشكلة أن قطاع الصحة وجزء فاسد من منظومة كاملة فاسدة بحاجة إلى تغيير وبحاجة إلى إصلاح لا يمكن أن ينصلح حال قطاع الصحة في ظل وجود قطاعات أخرى فاسدة وأيضا متردية في قطاع الخدمات نعم مروان الكاتب والصحفي الجزائري كنت معنا من الجزائر شكرا جزيلا لك وأشكر ياسين ماحيباهي الطبيب الجزائري وكنت معنا من نورماندي في فرنسا فاصل قصير مشاهدين تتابعونا بعده مجسم في مفترق طرق بمدينة جمراسن جنوب تونس يثير صخرية واسعة التفاصيل في شباك هاشتاج وفي شباك الفنون سيكون لنا لقاء مع مغني الراف السوري أمير الملقب بالمعري والذي أخذ على عاتقه مهمة تعريت أكاذيب الدول المنافقة والمتأمرة على بلاده وأيضا لنا لقاء مع الكاتب الفلسطيني سليم البك حول روايته سيناريو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر